مرحبا و أهلا و سهلا بكم بدرس جديد على القناة سيلينغو بدرسنا اليوم من فروقات باللغة الفرنسية سنأخذ الفرنس بين أميني و أميني هنا تقريبا مشبهوا بعض باللفظ و يشبهوا بعضهم بالكتابة لكن هناك اختلاف بسيط بينهم بالمعنى و باللفظ سننتعرف عليه مع بعض بهذا الدرس ليسهل علينا هذا الدرس الجميل الذي سنأخذه اليوم سأضع لكم بجدول خاص في موقع سيلينغو و أضع لكم الرابط بسند و الوصف أيضا هناك تمارين على الدرس و تصحيح للتمارين و بعد ما تخلصوا الدرس تحلوهن و تتأكدوا أنكم فهمتوا الدرس كثير منه إذا لم تكن مشاركين بالقناة اشتركوا بالقناة و فعلوا اصدر الجرس لحتى يصلكم بالإشعارات بالفيديوهات أول ما يوصلوا و خلينا نفتدي بالدرس مع بعض و كما نعرف الفعلين أمينة و أمينة هنا تقريبا من الأفعال التي تحير الواحد و ممكن يقع كثير بالأخطاء لحتى يعرف أنه معنى و إذا صح استخدم الفغب أمينة أو الفغب أمينة لأن كل الثلاثنين الفعلين هنا مأخوذين من الفعل مينة مينة و الفعل مينة هو بيعني كوندويغ أو داغي جاي بمعنى يقود أو يشرف على بدايةً رح نبتدي مع الفعل أمينة أمينة بيعني بمعنى يحضر أو يصطحب الفعل أمينة يعني الانتقال مع شخص ما من مكان إلى آخر يعني نحن نستخدمه بلغة العربية وتنقول أصطحب شخص ما أو أحضر شخص ما من مكان فنحن نتقلنا مع هذا الشخص من مكان إلى آخر في نقطة كثير مهمة و هنا يتميزوا عن الفغب الثاني اللي هو أمينة أنه الفعل أمينة يعني أنه نحن بعدنا عن هذا المكان برفقة شخص ما و رح نبقى مع هذا الشخص يعني فيه معنا الصحبة يعني أنه نحن هنروح من مكان لآخر و رح نبقى مع بعض بهذه الحالة بنستخدم الفغب أمينة مثال عليها إلا من سي زنفون على بلاج إلا من سي زنفون على بلاج هو يأخذ أطفاله إلى الشاطئ أو هو يصطحب أطفاله إلى الشاطئ بهذه الجملة هون نحن معناتها أنه استحب أطفاله إلى الشاطئ يعني أخدون و بقي معهم فهو مثل بمعنى راح معهم المشوار أخدون و بقي معهم مثال ثاني ألا من سا مير أو ريستوران ألا من سا مير أو ريستوران هي تأخذ والدتها إلى المطعم بهذه الجملة هي بتاودي والدتها بتستحب والدتها للمطعم وبتبقى معها بالمطعم فهي هون استخدمنا الفغب أمينة لحتى نعبر أنه هي ذهبت معا استحبطة و بقيت معا أما المثال الثالث فهو يلي بيجي معناتها يمكنه نستحابك إلى الحفلة هون بهاي الجملة نحن معناتها أنه هو بقدر يستحبه للحفلة و يبقى معه فيها فوقتنا نحكي عن شيء أنه نحن نروح نجيب شخص معه و نروح معه و نبقى معه نستخدم الفغب أمينة أما الفغب أمينة يلي هون منقولها شوي أمينة أما هداك منتكون أمينة شوي في فرق باللفز لأنه هداك تتدي بالأ وهذا بالأ ففي اختلاف بسيط بلفز نتباه عليه فالفغب أمينة بمعنى يحضر أو يوصل هو يعني إيصال شخص لما كان ما أو بيروح لزيارة شخص ما والفكرة هون أنه إحنا ما منبقى مع الشخص نترك الشخص اللي قمنا بإيصاله فمعناتها ما منبقى معه هذا الفرق الأساسي بيناتهم اتناناتهم فيها معنى يوصل شخص ما أو يحضر شخص ما أمينة بمعنى يبقى معه أما الفرق أمينة ما بيبقى معه حناخد أمثلة عليه المثال الأول إلى من سيزنفع على بلاج؟ إلى من سيزنفع على بلاج؟ هو أوصل أطفاله إلى الشاطئ بهي الجملة فهو وصل ولاده للشاطئ ولكنه لم يبقى معهم يعني وصلون وراح فالفرق أمينة هون معنا توصلون وتركون هو راح عمل غير شيء ما بيبقى معهم مثال ثاني عليه هون أمينة سامير أو ريستوران أمينة سامير أو ريستوران هي أوصلت والدتها إلى المطعم بهي الجملة معناتها هي وصلت إما للمطعم بس ما بقيت معاها أنا أصدر استخدمت نفس الأمثلة لكي نقدر نلاقي المقارنة بيناتهم في فرق المعنى ومع معنى الجملة عم حتلكون يا تحت المثال لكي يوضح بينات مضبوط عليكم أنه شو الفرق بين يعني الفرق أمينة والفرق أمينة فمشان هيك يكون عندكم فكرة واضحة مضبوط شو الفرق بيناتهم؟ لأنه هو الفرق أعمل لكم كتير بسيط يعني ما أنه فرق إن كان باللفظ ولا إن كان بالمعنى هو إنه بس الفرق إنه الشخص يبقى مع الشخص الثاني وما يبقى معهم أما المثال الثالث كان من المفترض أن تأخذ الأطفال إلى الحضانة تعني هاي الجملة إنه هون أكيد ما رح يرح مع الأولاد للحضانة ويبقى معهم بالحضانة فهذا المثال معناته إنه الجملة هي إيصال الأطفال إلى الحضانة بدون البقاء معهم يعني بيوصلهم بس وتويت تسانسى معناته كان من المفترض كمان مستخدمة كتير وتويت تسانسى فالفكرة الفرق بين أمنى و أمنى واحد منه إنه منوصل ومنبقى والتعني منوصل وما منبقى وبالنسبة للتمرين التي حكيت لكم عليها هي بتيجي بهذا الشكل حتلاقوها رابطة بسندوق الوصف فأنتو بتكون تختاروا إنه تكون تعبوا الفرق بالفرق 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 أمنى أو الفرق أمنى وبعدها تتأكدوا إنه إجابتكم صحيحة بتروحوا على الرابط الثاني الموجود ولي هو فيه تصحيح التمارين وتتأكدوا إذا كانت إجابتكم صحيحة أو لا أما بالنسبة للأمسي للجمل اللي أخذناه هون اليوم كلاته نتلوقت لكم حطيتهم بجدول خاص هات جدول فيكم وضيفه مثل ما هو على جداولكم وهات بسهل عليكم إنه تقدوا تدرسوهن عن طريق الاختبارات الموجودة بالموقع هايك نكون خلاص درسنا اليوم بتشكركم على المتابعة إن شاء الله يكون صار الفرق بين الفرق أمنى اللي هو إيصال شخص بالبقاء معه والفغب أمنى اللي هو إيصال شخص دون البقاء معه صار واضح بالنسبة للكون بشان تتأكدوا مظبوط لا تنسوا تحلو التمارين اللي سيضع لكم رابطه بسندوق الوصف بالإضافة لأنكم تحفظوا الجبل والتدرب عليهم اللي أخذناهن اليوم ستلاقوهم بجدول خاص فهنا على موقع سلينغو رحط لكم رابطهم بسندوق الوصف إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك سبسكراب للقناة تفعلوا زر الجرس وتعملوا نشير للفيديو معرفاتكم اللي عم يتعلموا فرنسي وبحبوا يتعلموا فرنسي بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة